خلينا نبدأ اهلا ياهودا اهلا وسهلا جميعا واللي حيحضر الويبنار بعدين اليوم الويبنار الرابع وبيعنوان قوة التواصل التواصل بمعنى التعبير عن النفس الكميونيكيشن يعني وهلأ رح نحكي بالتفصيل لمين هادا الندوة والويبنار اذا كنت مهتم برفاهيتك ونموك الباتي اذا كنت تكافح او عالق في حياتك فهذا الويبنار لإلك اذا كنت تريد ان تكون سعيدا ومش عارف كيف هذا الويبنار لإلك واخيرا اذا كنت تريد ان تفهم معنى ان نكون انسانا احكينا بالندوات السابقة انه سميناها الهيومن تيكنولوجي انه كيف الانسان تركيبه بمجرد تكوينه كانسان معقد يعني فيه درجات كتيرة وحكينا عن ايش هي هاي الدرجات وقلنا انه نفس تكويننا هو اللي بيساعدنا انه نخرج من الصندوق ونحقق الهدايا سميناها الهدايا الخفية لمجرد التفكير وفيه تفاصيل اكتر على الموقع تبعي اللي ما بيعرفنا او اذا اول مرة بيشاركنا انا متخصص في التوجيه السريع للحياة ايش يعني رابد ترانسفورميشن يعني انه كيف تغير حياتك بسرعة عندي اكتر من 28 سنة خبرة بما فيها يشمل 14 زلسة واحد لواحد كمان ثلاث مرات لقبت باسم افضل احد مئة وسيط نفسي في العالم كتبت كتاب وكان الي عمود في الكوتشينج بإنجلترا وفي دبي عمود شهري خلفتي درست هندسة مدني وبعدين اشتغلت في الدعاية والإعلان والتسويق وعملت في وكالة الإعلانات الدولية وسنة 92 اتغيرت حياتي 180 درجة وتدريجيا لقيت نفسي اني صرت لايف كوتش أو لايف منتور ومن هداك الوقت لهلأ اتخصصت بأكتر من تسع أنظمة للهيلينج ايش بعمل؟ بعمل بدرس بدرس تطوير النفس بدرس التارو بدرس تفسير الأحلام بدرس عدر أرقام كمان أسست السنة اللي فاتت كاديمية انبوكس اللي هي على الانترنت العضوية فيها مجانا فبتقدروا إذا اشتركتوا فيها تشوفوا كل الكورسات والوابينارز اللي عملناها في أي وقت وبتمشوا طبعا على راحتكم بالنسبة لي ولى ناتالي احنا أصدقاء واحنا زملاء بنفس الوقت اللي بيهمنا إنه نلهلكم حتى نقدر نساعدكم وإنه نساعدكم إنكم تكونوا أفضل نسخة من نفسك بالانجليزي يعني هما بقولوا best version إنه الواحد كيف يطور بنفسه أو يوصل لأفضل درجة بيقدر يوصل عليها منحب إنه نساعدكم كيف تحولوا تفكيركم ونفسيتكم من ضحية إلى مؤلف مشارك إنه مش كل شي مش بإيدكم بالعكس الواحد لما يعني يحفز نفسه ويشوف الدنيا بشكل مختلف ممكن هذا الشي يعطي له قوة إنه أنا بقدر إني أتعامل مع حياتي بالنسبة لي مصدر هاي القوة هو الشعور بالمسؤولية يعني كل شي عملنا غلط إذا بإيدنا إحنا نقدر نصلحه ومن هون الإنسان لما يمسك المسؤولية ويعترف فيها ببدأ إنه فعلا يصلح من نفسه ومن حياته كيف نقدر نعالج الماضي ببساطة أو باختصار إننا نستخلص الحكمة من التجارب اللي ما رأنا فيها إذا فهمنا ليش وصلنا لحون نقدر نفهم كيف نقدر نخطط لمستقبل أو لحياة أفضل شو رأيك يا نتا لي مصبوط نتب وافقك مية بالمية براو نتا اليوم لابسة لون الأزرق ورح تشوفوا إنه اليوم بالنسبة للشاكرة تبع التواصل لونها أزرق بس قبل ما نبدأ نحكي بالتفصيل خلينا إذا نقدر نختصر شو اللي عملنا لغاية هلأ بالوابينار الأول اكتشفنا إيش هي الهدايا الداخلية وإيش هي التقنيات اللي بنتميز إحنا فيها كبشر بوابينار اتنين حكينا عن شاكرة اتنين وكمان حكينا إنه كيف الواحد يعيد تعريف نفسه بحيث إنه طريقة كيف بعرف نفسه ما تحدد من إيش هو بيقدر يعمل فتجاوزنا المعطيات الاجتماعية يعني إنه إحنا أكتر من إنه أنا شخص أو جنسيتي كذا أو من هاي البلد أو من هاي الثقافة في تعريف تاني للبني آدم إذا شاف نفسه بهاي الطريقة فعلا بيقدر يحقق أشياء كتير طبعا ويبنار واحد واثنين وثلاثة موجودين على الإنترنت موجودين على قناة يوتيوب تقدروا بأي وقت ترجعوا بنصحكم وتشوفوهم حتى تقدروا إنكم تكملوا معنا ليه؟ لأنه كل شهر في ويبنار من هون لآخر السنة أنا وناتري حنقدم لكم إياه حتى تقدروا إنكم تعيدوا برمجة حياتكم اليوم التعبير الكومينيكيشن هو تعبير عن الروح أو عن النفس اللي هو كمان بتعدى تعريف الذات أو بنعبر عن الذات أو بنعبر عن how unique we are عن طريق شاكرة خمسة اللي هي استخدام الصوت أو كيف الصوت بقدر يعبر عن الشخصية أوكي ساعديني ناتالي لأني إذا إذا في شي ما قلتو ساعديني أكيد أكيد لأنا عم بركز معك مضبوط لعم تحكي أنا كما أنا رح أكمل بأكتر تفاصيل فكتير منيح إنك عم تعطي بس لك عم بعطي صورة إجمالية عشان ما أو أحضرهم إنه نوصل لهاي المرحلة اللي هي اليوم حكينا بالندوات السابقة إنه شو هي هاي النفس إنه في عنا ثلاث مراكز مهمة المركز الأول اللي هو الدائرة الحمرة اللي بتكون منها من شاكرة واحد واثنين وثلاثة وسمينا هاي هي الشاكرة الشخصية الذاتية أو الأنا لما منتطور منصير أكتر عمالنا نتصرف من شاكرة أربعة اللي هي الذات الأصلية وحكينا قدي الشاكرة القلب مهمة جداً في التعبير عن الذات الأصلية كمان اللي هي بدون الحدود العادية لتعريف النفس وكيف إنه الواحد بقدر يتعامل بصدق أو يعبر عن نفسه بصدق اليوم عم منبلش ندخل بالدائرة الصفرة اللي هي دائرة الذات الأبدية أو الروح أو النفس اللي هي كمان بتتعدى الجسد والهوية الشخصية اليوم عم نحكي عن شاكرة خمسة اللي عليها السهم الأزرق وإذا بتلاحظوا بشاكرة خمسة ابتدأنا ندخل للذات الأبدية يعني عم نتعدى الأنا وعم ندخل لدرجة وعي أكبر مما كان ممكن لإلنا قبل وهاي هلأ نبدأ نعبر عن نفسنا كل شي وصلنا له من خبرة في الحياة من تعبير عن النفس عن الذات الأصلية كل شي نقدر نعبر عنه عن طريق الصوت وعلى طرف الصورة حتى ترسمت بسيطة جدا حتى أفكركم لو أنتو رجعتوا لنفسكم وأنتو صغار اتذكروا كيف كان صوتكم وأنتو أطفال اتذكروا كيف كنتوا تعبروا عن نفسكم يمكن كان الصوت هيك زي طفل صغير وما في كلمات كتيرة لما كبرتوا شوي ددقت شخصيتكم إنها تتميز الصوت تغير اختيار الكلمات والتعبير عن اللي أنتو بتمرؤ فيه تغير واللي بدنا نتأمل إنه نوصلوا جميعا نوصل للذات اللي هي حكيمة اللي بتتصرف بحكمة وكمان إذا بتتذكروا إذا عندكم أي ناس اللي أنتو بتطلعوا لهم يعني اللي هم أكبر بالعمر كيف مرات بتفكروا إنهم فعلا في عندهم حكمة ذاتية يعني وصلوا لها كيف كمان الصوت بتغير بسير البني آدم يحكي بتواصل أعمق من طريقة صوته من طريقة التعبير عن نفسه نبرة الصوت نفسها بتتغير باختصار إذا بدكم تعرفوا هذا الشخص اللي بتتعاملوا معه اللي قبلتوا اللي تعرفتوا عليه إيش نوعه لأي درجة من النمو الذاتي وصل كل اللي عليكم تعملوا إنه اسمعوا صوته يعني نوعية صوته أو الكواليتي أنا ما بحكي إذا صوت حلو أو مش حلو هي النبرة مع التعبير مع رنة الصوت هل بتوصل للحقيقة هل بتوصل المعنى كل ما كان الشخص متطور أكتر كل ما صوته عبر عن هذا التطور شاكرة خمسة أو الصوت هو عبارة عن جسر بين العقل وبين القلب زي ما قلنا بالأحمر الأنا الإيغو الأخضر الذات الأصلية اللي ما بتقدر تكذب بتتعامل مع الحياة مش بس بواقعية بتتعامل يعني بشكل أصلي أو بشكل أصيل واليوم ابتدأنا ندخل للعقل لأنه شاكرة خمسة وستة وسبعة كمان بتأثروا بطريقة التفكير أو في عملية التفكير إذن الصوت بيعكس عملية التفكير التعبير عن الذات الأصلية أو النضج اللي وصلنا له التكوين الشخصي البشري يعني بيجمع بين كل هاي الطبقات اللي حكينا عنها بالتفصيل إنه شو معناته إنه الإنسان يكون بني آدم فمنقدر نقول إنه يتم التعبير عن الروح من خلال الصوت مشان هيك كتير كتير مهم إنه نهتم باختيار الكلمات اللي منعبر فيها عن نفسنا عن مشاعرنا عن اللي بيحصلنا بالدنيا كتير مهم نهتم بشو النبرة اللي عم نستعملها نبرة إنسان مسكين مغلق في الصندوق ولا نبرة إنسان متمكن وصل لدرجة معينة من النضوج إنه يتحمل مسؤولية حياته ويكونها بشكل سليم الشاكرة خمسة كل الشاكرات زي لما موضح بالصورة لهم إيش أسميها ناتالي أوبنينج فتحة من أو بقول زي ما أنتك بجانب الأمامي وجانب الخلفي لها جانب أمامي أو هي مش لها جانب أنا بدي أقول إنه الجانب الأمامي للإنسان يمثل فتحة الشاكرات وكمان الظاهر فيه إله فتحة تانية لأنه الطاقة بتدخل وبتطلع يعني الشاكرات موجودين بالجانب الأمامي للبني آدم وموجودين كمان بالجانب الخلفي الجانب الخلفي بيمثل الإرادة الجانب الأمامي بيمثل كيف إحنا منستشعر بالعالم كيف منحس فيه الجانب الخلفي بيسموه كمان المركز الإحترافي ليه؟ لأنه كيف إحنا منقدر إنه نعبر عن إرادتنا إذا كنا غير متمكنين بكل هاي الأمور يعني محترفين يعني هو أكتر من بس عبارة عن المعلومات اللي عندنا هي كلها التمكين الذاتي والآخرين كل هذا بيخلق أو بيعبر عن إرادة الإنسان فلما يكون الجانب الخلفي للشاكرة مغلق بيبقى الإنسان عنده شعور أنه أنا ضحية أنا مش مسؤولة عن اللي حصل لي مش قادر يكون نفسه بالنسبة بالمجتمع أو بوظيفته أو حتى بيوجوده بالحياة مش عارف شو هنفه وهدف وجوده بالحياة وبتلاقي هذا الإنسان دايما دايما خايف إنه يفشل ليه؟ لأنه مش قادر يعرف يعبر عن احترافيته بالنسبة للتعامل مع الحياة لما تكون المفتوحة الإنسان بيتخلص من الألم يعني كل ما حاولنا إنه نعبر بوضوح بعمق بأصالة عن اللي إحنا بنمرق فيه أو عن اللي إحنا بدنا إياه كل ما قدرنا إنه نتخلص من الماضي اللي منشعر فيه إنه إحنا ضحية وكل ما عشنا بالوقت الحالي وقدرنا إنه نبني المستقبل مش بس عشنا بالوقت الحالي فتاني مرة بوضح أو بأكد إنه الصوت هو وسيلة لتحقيق الهدف بالانجليزي manifest إنه إحنا بنقدر نحقق كتير أشياء فكروا فيها لو عبرنا عنها بالصوت يعني الواحد إذا عنده أمنية ما يخليها بس في باله لازم يعبر عن أمنيته يطلب اللي هو بيسعى لإله سواء من مساعدة الناس أو يتكلم عن أهدافه أو إيش ما يحصل معاه بالحياة مفروض إنه يقدر يعبر عنه بسرعة مش يسكت ورحنات اللي تقولنا بالتفصيل ليش في أشخاص ما بتقدر تعبر عن حقيقة مشاعرها وبتسكت وبتكتم عواطفها فلما تكون هاي الشاكرة مفتوحة أو لما يكون الإنسان تحرر وبذكركم بالنسبة للتحرير وبالنسبة لتحقيق الأهداف إنه كل إنسان فيه زي الكهرباء طيارين ماشيين طول الوقت فيه طيار للتحرير من الماضي وفيه طيار لتحقيق الوقت الحالي أو تحقيق الأمور في الحياة بالنسبة له هلأ أو للمستقبل هدول الطيارين لازم يكونوا مفتحين وشغالين إذا كانوا مسكرين فهذا بيخلق مشاكل بيخلق ألم والعكس صحيح يعني مرات منمرأ في تجربة بتسبب لنا إنه يختل هذا الطيار وإنه نسكت خاصة إذا مرأنا في تجارب مؤلمة ونبطل نقدر نعبر عن اللي إحنا بدنا إياه فضروري جدا في كل مراحل للحياة إنه الإنسان يفهم الظروف اللي هو عم يمرأ فيها كيف تكونات إنه يعترف إنه أنا إلي جانب من المسؤولية ويبدأ يتعامل مع حياته بصدق كل هذه الأمور بصورة مستمرة في جميع مصار الحياة أو مراحل الحياة بقدر يساعده إنه يحقق الأشياء اللي بده إياها بسرعة فمشان هيك كمان الغنى سماع الصوت العذب الطرب كله مهم بيساعد عن فتح هاي القناة اللي هي قناة التحرير أو قناة التعبير أو الحصول أو تحقيق اللي إحنا بنسعلى إله فالصوت مهم جدا ومش بس هيك يعني المهم إنه الواحد يدخل الصوت يسمع الصوت يسمع الموسيقى لأنه الحقيقة كل ذبذبات الصوت الصوت بيقدر يخترق أمور الضومة بيقدر يخترقها كموجة يعني فموجة الصوت كتير مهمة فحتى إحنا لما نسمع موسيقى بتأثر علينا لأن الموسيقى الذبذبات بتدخل خلال البشرة أو الجلد والجلد هو نفسه عبارة عن عضو كامل يعني ماسكنا إحنا كل اياتنا فدايما الخلايا دغري بتددددد حسب الصوت فمهم جدا نسمع موسيقى منيحة نسمعها على جهاز منيح وكمان اللي أهم من هيك إنه إذا سمح الوضع إنه نحضر موسيقى أو كونسرت موسيقى حي لأنه كمان دبدبات الصوت بتختلف. لكن بشكل عام تذكروا إنه الصوت بعبر عن كل شي عبارة عنه هلأ. كل شي وصلتوله. سواء درجة من النضج أو فهم الحياة أو تحقيق أهدافكم. كله بيبين بالصوت. يعني بتذكر لما كنت في لندن وقبل حتى الإنترنت والناس تحكي تلفون بتعمل موعد من الصوت أعرف هذا الشخص متأخر هذا الشخص رح يوصل على الوقت هذا الشخص لو أي درجة يوصل فإذا تعودنا إنه نسمع درجة الصوت أو درجة الحقيقة في التعبير من خلال الصوت. نقدر إنه نعرف كتير إشي عن الإنسان المتحدث نفسه. فالصوت هو مراي الحقيقة اللي بدي هقوله ما منقدر نكذب ما منقدر نغير صوتنا لدرجة يعني فضيعة إنه نقدع نفسنا أبدا. لأن الصوت اللي إحنا مننطق فيه هو هذا الصوت اللي إحنا منتواصل فيه فبوجه عام لو سألتوني شو منقدر نعمل أولاً نقدر نختار الكلمات يعني نهتم باللغة نهتم باللغة بانتقاء العبارات في أسلوب التعبير ننتبه إحنا كيف منحكي عن حالنا. يعني في كتير ناس بتفكر إنه أنا لو تتكلمت بأسلوب الضحية معناته أنا بخلي الناس تحس إنه أنا مسكينة يعني هتموا فيه أنا محتاجة اهتمام ولكن هذا غلط لأنه ما منحس بالقوة معناته ما رح نجلب ناس لحياتنا اللي بقدر إنهم يساعدونا اللي هم ناس تكون فعلاً متكونين بطريقة بشكل يعني قوي بشكل ناضج فالصوت يعني زي صنارة السحر الماجيك فلوت إذا كان الصوت مظبوط بيفتح طرق بتجلبوا أشخاص اللي بقدروا يساعدوكم اللي عندهم إيجابية إلى آخرين النقطة التانية المساءلة أو بالانجليزي نعترف ونتحمل مسؤولية إنه إحنا لازم نحصل إحتياجاتنا إحنا ما منستنى من شخص تاني أو من عالم تاني إنه يحقق إحتياجاتنا وبالتالي نتوقف عن لوم الآخرين على افتقارنا افتقارنا إلى المصاري افتقارنا إلى النجاح افتقارنا إلى التعليم افتقارنا إلى حر حرية في الحياة مش مظبوط بتأمل زي ما أنتم شفتوا بالرحلة معنا أول إشي لازم تحمل المسؤولية لأنه إرادتنا بتكمن في تحميل المسؤولية إذا أنا حملت مسؤولية لنفسي بتكوين حياتي حتى لو كان الواقع مؤقتاً ما بيقول هيك مجرد الشعور إنه أنا مسؤول عند حياتي أنا عندي الخيار ونستخدم هذا الخيار نبدأ في تحويل وتطوير حياتنا كيف نقدر نفتح شاكرة خمسة إنه إحنا نعترف ومش بس نعترف ناخد خطوات إنه نصنع احتياجاتنا ورغباتنا بنفسنا يعني لازم الإنسان هو يقتنع إنه أنا بإيدي بقدر أحول مسرح حياتي مجار حياتي مسار حياتي بإيدي إلي الخيار مش إنه أستنى الدنيا هي اللي تبخل علي بفرصة وتحقق للحياة في كتير ناس بتحلم إنها تربح ليا نصيب مثلاً وتغير حياتها طبعاً هذا الكلام غير واقعي لشخص يعني واعي في الحياة فإحنا بإيدنا عن طريق القرار واتخاذ الخطوات منبدأ بأي صورة بأي درجة حتى لو بدرجة بسيطة إنه نحقق احتياجاتنا ورغباتنا اللي بدنا إياها يعني فكري فيها شوي لو أنا ما عبرت عن رغباتي كيف بدي أحققها لو أنا ما قلت للإنسان اللي بشتغل معه اللي أنا عايش معه صديق أو زميل إذا ما عبرت أنا شو بدي هو كيف بدي يفهمني كيف بدي يقرأ مخي فتعبير عن رغباتنا التعبير عن مشاعرنا إشي كتير كتير مهم وهاي كل هالرسالة بتوصل عن طريق الصوت فقبل ما تحكوا فكروا بصوتكم فكروا بشو الكلمات اللي بدكم تنقوها ولي أكتر من هيك الصوت كمان عبارة عن التعبير عن خلاقة النفس قديش النفس خلاقة يعني كرياتف يعني كل الهويات ليه؟ لأنه زي ما قلنا الصوت هو كمان تعبير عن التفكير عن الأفكار عن طريقة التفكير اللي هي مهمة فبدخل فيها لدماغ يعني فالهواي بتنمي هذا الشي لأنه الهواي بتجبرنا أنه نفكر طب شو اللي أنا بدي أكونه شو اللي بدي أعمله كيف عملت هيك يعني فيه نوع من التعليم أنه كيف بقدر أكون هذا الشي من خلال الهواي فالدماغ نفسه بتعلم كيف بقدر أكون اللي أنا بسعى إليه بالحياة أنت ما بتكون مفكر هيك أنت ما أخذ هواي ومبسوط فيها وعم تتسلى ويمكن عم ما لك الدندن ومبسوط وعم بتغني بس فعليا دماغك عم ما له يفهم أنا إذا بدي أوصل من الألف للياء كيف حققت هيك فممكن جدا بمجرد الاحتمام بهواي ومتابعة هاي الهواي أنكم تعبروا عن الذات الأصلية عن الروح عن طريقة تفكيركم والتعبير عنها ممكن أنكم تجددوا حتى طريقة التفكير وكل هذا الكلام من خلال الهوايات اللي موجودة في حياتكم بستغرب كتير لما بتعامل مع يعني العملاء أنهم بسألهم مثلا مين أنت بيقول لي أنا مثلا أنا ما سألتك إيش وظيفتك سألتك مين أنت إيش هواياتك إيش في إلك شغف فنادر لما ألاقي البني آدم مهتم أو خليني هقول عشرين بالمئة يمكن من مين هواياتهم تمانين بالمئة نيمين على هواياتهم فالهواي مهمة جدا يعني العمل هو أسلوب للسعي وراء الرزق بس هذا ما بيكون شخصيتنا ومين إحنا ولا بيحقق تطوير ذاتي بدرجة عميقة جدا لكن الهواي ممكن إنها تسقل الروح تسقل النفس تزيد التقافة تغير من طريقة التفكير أو تحسنها فالهواي مهمة جدا يعني أبسط أبسط الحلول ابدأوا بتنمية هواي الصوت عبارة عن موجة الموجة إلها ذبذبة والصوت اللي بيعكس ذبذبت شاكرة خمسة هو صوت مثل ما منقول كلمة بالانجليزي فممكن كمان عن طريق الانشاد عن طريق انه واحد ياخد نفس عميق وبعدين يطلع الزفير على صوت بيبين معه أولا بيقدر يمد بهذا الصوت وكمان بيبين معه إذا الشاكرة مفتوحة ولا لا وبالوناسبة كل الشاكرات لها صوت لأنه كل شاكرة بترمز لذبذبة معينة ومشان هيك اخترنا زي ما اخترنا هاي الألوان بالسابق لأنه هاي الألوان بتعكس درجة الذبذبة أو الطاقة اللي بتمرؤ من هذا المركز وهلأ منروح لنتالي حتى تخبرنا بالزبط عن تفاصيل الشاكرة خمسة والصوت وكيف بتفتح وكيف نتالي بتقدر تعملي شير أظن عندك إذن ولا لا أحسن شوي هاي ستري لا لسه غريب ليه ايوه ايوه لازم هدا معناتو كل مرة اعملو كل مرة I have to give احسن 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 تقدر تفتح الشاشة احسن 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 شكرا تمام شايفين شايفين شاشتي شافي شاشتي شكرا 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 نتالي ملخص مفيد كمان مرة إذا تابعتونا برحلتنا هادي أنه أنا وسحر زملة وأصدقاء وكمان تنيناتنا يجينا من خلفية في الإعلام أنا كنت ديزاينر نفسي واشتغلت ولسه بحب شغلي بس الأمور بس تطورت إنه على عمر الستة وتلاتين كنت بمر بتالت مرحلة تالت مرة بمر باكتئاب بحياتي وكنت باخد أدوية وهيك المهم هادي المرة أنا قررت إنه بدي أسعى ورا شخص أحكي معه وأفهم كيف مخي وكيف جسمي عم بتفاعل وكيف بيشتغلوا فوقفت الأدوية ولقيت شخص أحكي معه واشتغلت معها وأخدت معها دورة اللي كمان صحر كانت زميلتي فيه المهم هذا العلم اللي أخدنا غير لحياتي ومن وقتها أنا بقيت أعمل دخلت في هذا المجال وبالنسبة لأنه شكرة الخامسة هي عن التعابير سجلت شركتي أنا وصديقتي وسميناها التعابير خصوصي عشان هذا هذا المعنى خصوص عشان كرياتيب آه إذا نحنا التنتين كرياتيب ونحنا التنتين عرب و نحكي لغات تانية يعني بس العربي كتير مهم عنا فقلت له هذا نحكي نطلع بكلمة اللي هي تعبر عن شغلنا تعبر عن شغلنا لأنه لازم أتذكر أحكيها اليوم أنه لازم كلمة بالعربي لأنه أنوية نشتغل مع الناس حتى لو كان مثلا بالكاونسلين ولا هي تشتغل مع الفن ومع الصوت لازم معاها كانت لازم هي لها أن نعبر عن الغضب نعبر عن الحزن نعبر عن المضايقات والمشاكل اللي بحياتنا نحكي عنها زي ما قالت سحر الناس ما رح تفهم مثلا أصدقائنا زملائنا بالشغل أو الأزواج ما رح يعرفوا شو بداخلنا فلحنا لازم نتعلم نعبر عن اللي فينا في بالنا ونتخلى عن هذه الطاقة حتى نقدر نكون بصحة جيدة ونعيش حياة سعيدة فالحمد الله يعني أنا تعلمت كثير شغلات ولسات ني بتعلم وبشكر صحة لأنه خلتني كمان أدخل على مجال ال ويبنورز معاها وأصير أعمل فيديوهات اللي كثير عم بيساعدني هلا بالنسبة للشاكرة الخامسة موقعها عند منطقة الحل بس كمان تضمن كثير أكتر من بس الحل فزي ما احنا شايفين الحل الرقبة الأحبال الصوتية الفم الاسنان اللثة الفك الأدان طبعا الأدانين كل العضلات في هاي المنطقة والغدة الدراقية فهي أكيد كثير مهمة كل الشاكرات مهمين إحنا عم نحكي عن السبعة الرئيسية هاي كل واحدة فيهم تتكون بعمر معين وبتيجي تعلمنا إشي فهاي الشاكر الخامسة بتعلمنا حقنا في الكلام في التكلم حقنا نقول الحقيقة نسمع الحقيقة أوكي وتواصل مع العالم مع أصدقائنا مع عيلتنا مع نفسنا يمكن مع العالم الخارجي الإبداع هون ببلش لأن لما تجينا فكرة عن شو نخلق هون بس نحكي الفكرة بتساعدنا على الإبداع التعبير عن الذات والاستقلال العاطفي هلأ كل شاكر لها لها أشياء ممكن تضرها فلازم ننتبه لها من هاي الشغلات بالنسبة للشاكر الخامسة الكلام الغير واضح بالإنجليزي بنقول لها يعني بالعرب الكلام غير واضح إنه مرات الواحد مش بده يفهم شغلة بس ما بيكون هو عم بيحكي الحقيقة فبيععد بلف وبدور والكلام بصير غير واضح نحنا ما بنفهم مزبوط أو الأطفال ما بيكون مزبوط مراك إيش أهلهم بميحكوا فهاي الشاكر ممكن تتضرر وزي ما قالت سحر هاي الشاكر كمان هي بتساعدنا بس إحنا لازم نكون مسؤولين عن كل شي بحياتنا المهم لما بدنا نبدير رأينا أو نحكي لازم نكون عم نحكي بوضوح هاي الشاكر جماعة الجملة من غير ما نضطر نلف ندور من الشغلات اللي كمان بتدور هاي الشاكر إنه نحتاج نحتفظ بالأسرار خلو تخيل وظن بكل أنحاء العالم حيث بالوكشوب بتذكر هلأ كنت ناسئة باليومين أذكرها إنه بالوقت بكتوريا بإنجلترا كانوا يقولوا إنه الأطفال خاص الأطفال ممنوع يتكلموا أو يعبروا على النفس كانوا يقولهم إنه الأطفال بس إنه يكونوا كتكيت وساكين كل وقت وهاي في كتير علماء بيقولوا إنه وصلتنا للجوم لساتها عالآن معنا ومجتمعات كتير صحيح صحيح لكي يتكلم ولي يتكلم صحيح صحيح ف مثلا من الشغلات الثانية اللي بتضرها التهديد يعني إذا مثلا أنا إجيت قلت لسحر سحر بدي أحكي لك سر بس قوع بتحكي لحدا وقلا بعملك مشكلة كبيرة أو مثلا بهددها بإشي بشغلها أو بأهلها هادي أكيد بتسكر هاي الشكرة والطاقة هون ما بتصير سلسة أو حرة حتى تنتلق للشكرات اللي أعلى منها الصراخ المستمر أكيد كل الناس بتعاني من الصراخ بحياتها إن كان الناس بأعمالها والأهل كانوا صرخوا من الزمان لأنه كانت ناس تكر إنه بس بقدر أوصل الرسالة والمعنى إذا صرخت وهذا أكيد غلط طح يعني الصراخ مش نوع من تعبير عن قوة بالعكس أكيد يا مزبوط النقد الزايد أوكي هذا إذا الواحد بصير يتعلم حواليه هو صغير يمكن الأهل بنتقدوا شغلوا أو رسموا أو غناء أو شعوريا مرات أو في أغلب الأحيان صحيح أكيد بيكونوا هنه يمكن حدا انتقدهم وهنه بيعملو لا شعوريا وكمان يمكن للأسال زي مرات كتير الناس بتفكر إنه إذا أنا انتقدت معناته هذا الطفل رح يقدر يبدع بزيادة بس كتير أطفال بتصير الطاقة هون مسكرة ويعني بيفقدوا الأمر أنه يكونوا هنه أحسن أو يبدعوا أحسن فالنقد دائما يسمعونه نقد 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 وهم صغار بقدروش يفهموا طب هذا مش نقد بناء أو غيره بس يفهموا أنه في حدا بيصرخ عليهم بينتقدهم 100% هذا كتير بيجرح النفسية بتذكر مستاذة الإنجليزي في المدرسة الداخلة كان دائما تقول لي أنت غبية أنت عمرك ما رح تحكي إنجليزي باستمرار بس يعني الحمد لله اللي ما صدقتها بابو عليك إنك ما صدقت يعني بيعمل عقدة فلما كتبت الكتاب والمقالات كان نفسي وعط لها نسخة إنه هاي شوفي أريدك تقدري تلاقيها تبعتي إلا تنبسط المهم يعني لنفسي إنه ما غرست فيه هذا الإشي يعني مرات الإنسان هو عنده مشكلة فإحنا ما ناخدها إنه هاي حقيقة لأنه بس هو قال هيك مزبوط يعني المهم زي ما أنت قلت ما نعيق الإبداع وما نسبب في مشكلة نفسنا مزبوط هلأ إذا قدرنا نتذكر الشاكرة الشاكرة الثالثة بأول ويبنار أعطنا كمان هون بالشاكرة الثالثة هي اللي بتاعدنا إنه نآمن بنفسنا قوتنا الداخلية كمان الإيجو الإيجو اللي هو مش دائما مضير هو جاي كمان يعلمنا نحنا الإرادة ونحنا نكون نآمن بنفسنا يعني مش الأنا اللي بالألم كيف كيف سحار يعني نحقق أهدافنا نوصل للي إحنا بدنا إياه طبعا ونحنا ضروريين يعني نحنا كمان كيف بدي أقولها إنه كل إنسان أيوة وكل إنسان غير عن التاني هادي إذا قدرنا نحنا يعني نتكد من حالنا وما نشك بكل شيء نحنا بنعرف وأكيد عن الأطفال هادي بتكون شوي صعبة بس إنه نتعلم بس ما نشك بحالنا كمان بكون أسهل نشتغل من خلال القلب بنحكي من قلبنا وهونا بين 3 صوت وكتير أسهل بيكون التعبير عن الذات نكون مأكدين من نفسنا أكتر شغلة تانية كمان فيها تضر هاي الشكرة الأهل اللي بيكونوا كتير متحكمين بالأهل يعني بتحكموا يعني هن ده باص يعني هن اللي بيديروا الأمور بالبيت وممنوع الأطفال يحكوا يعني ممنوع حتى لو شافوا غلط أو والأهل تهموهم بشغلة ما قادين حتى يدافعوا عن حالهم هاي أكيد بتسكر الطاقة في هاي الشكرة وأهمها اللي بتدور هاي الشكرة الكذب أكيد لأنه هاي الشكرة جاي تعلمنا عن الحق وحقنا نقول الحق ونسمع الحق صحيح نسيت أني هأكد يعني هي بس هي أكتر بس من التعبير عن طريق الصوت هي كمان أهمية أنه نسمع لأنه أنت كي بدك تحكي وتعبر إذا ما سمعت الآخر بهدوء وبحكمة كي بدك تجاوبه مزبوط هلا نحكي شوي كمان عن هاي الشكرة إنه زي ما قالت سحر المركز اللي منعبر من خلاله عن كمان حقيقتنا أو اللي إحنا أو عن رغباتنا لما تكون الطاقة متوازنة هون بيكون عنا صوت منقول عنه بالعربي رنان يعني ما بيكون كتير خايف كتير رفيع أو كتير واطي ما حدش بسمعنا إنه بيكون رنان إله ذبذبات الناس بتحب تسمع لنا وبتفهم علينا وما بتبعد عننا لأنه بيكون صوتنا مزعج من خلال صوتنا أو غيابه منظهر صورة عن أنفسنا مضبوط إذا نحنا ما حكينا كمان يمكن بتبين إنه شخصيتنا ضعيفة أو ما عنا رأي فصوتنا كتير ضروري النبرات الموجودة أو المفقودة في كلامنا عند الإخصاء اللي زي مثلا صديقة اللي هي كمان تشتغل معاي في تعبير هي اختصاص صوت فمن خلال النبرات والكلمات اللي منحكيها أو اللي غيبة بكلامنا بقدروا هن يعرفوا شغلات عن المشاكل اللي نحنا عم منمر فيها عن نقاط قوة قوة والضعف مش بس بصوتنا بس بمشاكل اللي نحنا منكون عم منمر فيها أو مشاكل نفسية كمان من خلال صوتنا منبشر بحبنا للشريكنا للعالم ولإلهنا أكيد هو المكان هذا اللي نحنا نتعلم فيه أهمية وجودة النفس النفس أكيد ضروري للشكر الرابع اللي حكينا عنها الشهر الماضي بس بمساعدة الرئتين أكيد ما بنقدر نتنفس إلا بوجود الفم والأنف وأهم شي النفس لأنه ممكن هنا قالونا أنه نقدر نكون نبقى على قيد الحياة لمدة خمس أو ستة أيام من غير أكل يومين من غير ماء بس أكيد مش أكتر من دقيقة أو دي تين من غير نفس في النفس من أهم الأشياء اللي تيجي وتعلمنا عنها الشكرة الخامسة وبدون النفس بموت النظام الكهربائي في الدماغ وبعدين خلص بيبطل إنا عن جد وجود والنفس والنفس اللي بدرب على أوطار الصوت يعني نوعية الصوت ممكن يتسبب فيها عمق النفس أو ضحالته فإذا إحنا ما نتنفس مظبوط مش ممكن نطلع صوت رنان رنان يعني بيوصل وبرن بيوصل عند الشخص الثاني يعني وبيخلق إنه بيخترق الحاجز خلينا نقول هاي معناتها رنان فإذا النفس غير مظبوط صح اللي من الشغلات اللي بتساعدنا فيها الشاكرة الخامسة إنه نصير نسمع ونستعمل الصوت كطريقة للعلاج فالساوند ثرابي كتير ضروري بيساعد بكتير شغلات مثلا الصوت بقدر يخلق تغييرات في موجات لدماغ زي ما شرحت صحر إنه موجات الصوت كمان كتير أقوى من الضو وبيوصل لمناطق الضو ما بدر يوصل لها وأكيد بيدخر من خلال بشرتنا لجوات الجسم وبيقدر يعالجنا من كتير مشاكل مع الأصوات ترددات معينة ممكن ننشئ ردود فعل فيزيولوجية إيجابية في الدماغ وفي جسمنا حتى نكون باستمرار بصحة جيدة العلاج الصوتي ممكن يساعد فيه عدة شغلات مثل اضطرابات النوم اضطراب ما بعد الصدمة هلأ أنا حاولت أترجم ADD ADHD PTSD فبالعربة حطينها اضطرابات النوم اضطرابات ما بعد الصدمة وفيه كمان واحدة تانية بس زي كنا نفس نفس الانتباه يا حلو يعني مفهومة بتاياقلي الكآبة الصرع اضطراب نقص الانتباه والقلق يا عدم التركيز خلينا نقول مضبوط عدم التركيز صح بينظم العلاج في الصوت العواطف وبيخفف من التوتر فإذا رحنا إحنا سمعنا الصوت إذا كانت بس آلات موسيقية أو صوت إنسان أو مثلا مجموعة مغنيين في ذبذبات بالصوت بالتعالج كل الجسم وكل الأعضاء اللي من جواة جسمنا حتى نتلي بمرحلة الحمل يعني بقولك خلي الجنين يسمع موسيقى أو يسمع صوت أمه وأبوه لأنك تعلم بتعود عليهم وبيربي نوع من التواصل من قبل ما ينولد يعني مزبوط كتير ضروري لأنه الطفل هيك بتعود على مين صوت الأم والأب أكيد من قبل الصوت يعني اللي بيقدر يفق فيه أو مزبوط قلق كنت حطى هاي القصة هون لأنه أنا كتير اتأثرت فيها وإذا الواحد بيطلع وبدور عليه باليوتيوب بيلاقي كتير بيديوات بتمتسب لعالم ألماني اسمه أرنست شلادني هو كان عالم فيزيو رياضيات وموسيقى فاخترع هو الشلادني ديسك اللي كانت عبارة عن سطح معدني مربع أو مدور وكان يحط عليه مثلا رمل أو ملح المهم ويمر شريط موسيقى أو زي ما هاي الصورة هون بتتورجينا إنه كان يستعمل تبع البيولين أداة البيولين حتى يعمل فيها ذبذبات في المعدن هاي الذبذبات كانت تحرك وترتب الأجزاء هاي البسيطة بأشكال فنية منها من إذا نشوفها بالصورة اللي حطتها أنا على اليمين هاي كلها أشكال من الرمل بس هي عم تتحرك لوحدها كردة فعل ل أو آه دبذبات الموسيقى اللي مستعملها فكتير الناس بتقول إنه هذا هو الترتيب الموجود في الكون يعني نحنا إذا سمعنا لموسيقى هادية كويسة منيحة سليمة لجسمنا كمان هاي الشغلات بتصير في الجزيئات جواة جسمنا و عشان هيك أكيد كتير ضروري الصوت المفيد أكيد مش الأصوات المزعجة اللي ممكن يكون عندها ردة فعل كمان معاكس صحيح بالوبينار قبل يومين كمان ذكرت ويريت لقيت لها صورة إنه كنت حاضرة فيلم أو فيلم وثائقي عن مجموعة الطبب في الصين قبل فترة كانوا عم بيعالجوا مريضة كانت بتعاني من السرطان وبتذكر إنه كانوا هن وقفين حواليها وهي نايمة على السرير بالمستشفى وكان في جنبها شاشة فاللي عم بيصور بيصورهم هن وهن عم بيرتلوا بيرنموا بصوت معين ما كان لها كلمات بس أصوات كلهم بنفس الصوت بنفس الوقت وطبعا كان التسجيل يمكن أكتر من ساعة والكاميرا عم بتورجيهم هن وعم بتصور اللي عم بيظهر على الشاشة كانوا مورجينا الورم الورم السرطاني كيف بنهاية الساعة هاي خف الورم وراح فهذا كان طبعا لازم الإنسان كمان يآمن بهاي الشغلات المريضة هاي أكيد كانت مؤمنة إنه هدول الأطباء بقدروا يساعدوها وهذا أكيد من أهم العلاجات الطبيعية الرهيبة اللي منقدر نحنا كمان نتقبلها حتى نساعدنا طيب منقدر نقول إنه نحنا فينا نخلي هاي الشكرة بشكل سليم زي ما قالتلنا سحر شرحتنا شو منقدر نعمل أنا كمان عندي كمان أكمل فكرة بس كيف منعرف إنه هاي الشكرة متوازنة وشغالة طيقة منيحة أكيد زي ما قلنا بيكون صوتنا رنان وجيد بيكون عنا توقيت جيد بحياتنا ما منكون دائما قبل بوقت ولا منكون متأخرين منتمتع بإحساس جيد بالإيقاع بتواصلنا مع الآخرين بيكون واضح زي ما قلت ما منكون عم منلف ومندور ونستعمل كلمات ما لهاش تخل بالحديث منستمع بتركيز وبدقة السمعة لأنه الأدنين كمان مهمين بهاي الشكرة من الأعضاء اللي بهاي الشكرة فالسمعة كتير مهم منستمع بتركيز وبدقة منعيش بشكل إبداعي وخلاق الإرادة بتكون عنا الإرادة لتعليم وإلهام الآخرين منكون ملهمين وقادرين على العيش بشكل كامل في الوقت الحاضر يعني بتكون عنا التوتر ما له وجود بحياتنا لأنه عارفين أنه هذه اللحظة هي أهم شي وهي كل شي موجود لا منكون عايشين بالماضي ولا عم نركض للمستقبل الجمل الإيجابية بتساعد كل الشكرات وبتساعدنا بحياتنا لأن يمكن نحنا جايين من كأطفال يمكن نسمعنا نقد أو اللي كان بالزمن ويمكن منردد نحنا من غير ما نكون عارفين على الموضوع منكون عم نردد انتقادات وجمل وكلمات سلبية بتأثر على صحة جسمنا النفسية العاطفية وجسمنا فلازم مهم جدا نكتشفهم هذول الكلمات والجمل السلبية ونستبدلهم بجمل إيجابية مثلا لكل شكرة إلها جمل تختص بعمل هذيك الشكرة من اللي بيساعد الشكرة الخامسة مثلا نقول أنا أتحدث أو أتكلم الحقيقة أنا أستمع بحنان أنا أعبر عن نفسي بشجاعة وصوتي مهم أكيد صوتي مهم يعني كمان غير إنه الأطفال بالزمنات كان بمثلا بكتير بلاد حوالين العالم ما كان يسمعوا للورد الصغير لأنه يفكروا مش مهم ما بيعرفش إشي فأخليك ساكل أحسن لك نحنا الكبار نحنا بس اللي نحكي لأ هذا أكيد غلط كان كمان في كتير نساء حوالين العالم ما كان المجتمع يشجع صوت النساء هن تحكي وتعبر عن مشاكلها وعن الظلم مثلا في حياتها فهلأ الحمد لله العالم عم بتغير ونساء والرجال صاروا أكتر وأكتر متساويين من التمارين اللي منقدر نعملها بسهولة حتى نساعد هاي الشكرة إنها تشتغل مظبوط أول شي فزيكلي إنه بشكل نتعامل مع جسمنا تمارين نرخي العنق والكتفين هاي دي كتير كتير مهمة وكتير سهلة نتعلم مثلا مهارات الاتصال نكتب كيف نكتب كيف نلقي كلمة من غير منخاف نكتب الكتابة مش بس عن الكتابة بالإنجليزي منقول عنها journaling journaling أو الكتابة هي بس تساعدنا نعبر نعبر عن شو في داخلنا إذا نحنا ما نحب نحكي مع شخص محترف مثلا فينا نروح نحكي معهم بس كمان إذا قعدنا مع نفسنا وكتبنا إيش في جواتنا إيش أفكارنا إيش مشاعرنا إيش المشاكل اللي مرينا فيها إيش أوجعنا نحنا بس فقط بالكتابة هاي كمان بتكون قادة عم بتساعدنا إن عالج نفسنا من الداخل يمكن ما ذكرناها بالإنجليزي زي ما قلت journaling اللي هو التعبير عن الخواطر مهم مهم إنه الإنسان يشوف شعوره على الورق لأنه هذا بأثر على العقل الباطن وبجوز المشكلة تنحل ومجرد إني عبرت عنها بالكتابة بكتابة خواطري على ورقة صح إذا أنت معلمتي تقولي يعني ما تنامي إذا في عندك قلق على أي شي معلمتنا أكتبي أربع ورقات ثلاث ورقات وفعلاً لهلأ من وقت ما تخرجنا لهلأ عندي دفتر على المكتب عندي دفتر جنب التخط قبل ما أنام إذا في أي شي شاغل بالي بعبر عنه على ورق يعني زي ما تقولي بطلعه على الورق وبعدين فعلاً بلاقي راسي فضي بحط راسي وبلام ممتاز تارفي أنت عبرت عنها بطريقة كتير حلوة أنا ما لقيت ترجمتها بطريقة منيحة بس طلع عندي الكتابة أنت شو قلتيها التعبير عن عن الخواطر يعني عن الخواطر صح يعني يعني مثل مثل كتابة مذكرات بس إنه مش مذكرات إيش صار هي بالعكس التعبير عن الخواطر خلينا نقول يعني شو اللي بخترع بالك عبر عنه بالكتابة تتخلص منه لأنه هي ومع هذا التنبيه طاقة يعني طاقة لا تطلع برا الجسم اللي أزاك اللي عملك غلط أكتب 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 عنه بتلاقي نفسك عبرت عنه وخلص نفتح الباب ونفتحت الشاكرة نتبوت ومع الكتابة هاي كمان عمل الطفل الداخلي يعني نحنا ككبار لازم كل معظم مشاكلنا بتيجي منه إحنا صغار ما قدرنا نعبر عن نفسه ما كنا نعرف حقيقة العالم فإنه نشتغل نشتغل على ذكرياتنا وشو الألام اللي واجهناها كأطفال نتصل مع الطفل اللي بداخلنا لأنه الطفل هادي رح يكون موجود معنا لبقية حياتنا وهو أكتر واحد رح يفيدنا بحياتنا مع مشاعرنا مع مشاكلنا فنفهم شو اللي عانى الطفل اللي بقلبنا وكتير هذا بيساعد كمان مع الكتابة أو نحكي مع شخص محترف حتى نقدر نعالج هاي الشاكرة إذا كنا كتير منحب نحكي نتمرا نحبس نحبس حالنا ما نحكي كتير نحكي بس الكلمات اللازم نحكيها فنقلل من كلامنا أما إذا كنا من نوع اللي منحكي باستمرار وحديث مفرط يعني دائما منحكي أنا رجعت عدة مرتين نفس الإشي إذا كنا منحكي كتير أو إذا كنا كتير ساكتين زي ما أنا كنت أيام المدسة ما أحب ولا أحكي ولا إيش ولا أحد يسمعني أتعلم أو أتدرب كمان أشارك ما أخاف وأصير أشارك حتى أمرن صوتي وأمرن وجود يكون إلي وجود بصوتي وأنه أصير أحط أفكاري بكلمات أعبر عن أفكاري بكلمات نتمرن على رواية القصص هاي كمان بتساعدنا أن يكون صوتنا رنان وحلو الناس تصير تنتبهنا وتحب تسمعنا ناخد دروس غناء أو أنه يكون حوالينا في أغراض بالبيت مثلا باللون الأزرق الفاتح أو حاطينه هون الفيروزي اللي هو اللبس اللي أنا لابسته اللي هو من أحلى الألوان عندي بالبيت كل إشي عندي حتى عندي كاسة عم بشرب فيها مي كمان بساعد أن الواحد يشرب المي بألوان الكاسة اللي اللي ترمز للشكل معينة تشحن المي لأنه الزبزبة بتدخل وبتأخد اللون الأزرق بوزن أنه هاي هي انتهينا في تعليق من هدى بتقول الصوت وسيلة للتعبير ونبرة الصوت تعبر عما في داخلنا فماذا لو لم يشعر الآخر بنا أو يقدر أهمية كلامنا في هذه الحالة الصمت أفضل أليس كذلك؟ أنا بقول طبعا لا لأنه مش ممكن يكون الصمت اللي هو إحنا عم نغلق هاي الشاكرة أفضل حل ممكن أنك تعبري عما في داخلك وبس تتركيهم في هاي الجملة أو في هذا التعبير بس أهم إشي أنت تحسي زي ما قالت ناتالي إلك الحق في التعبير عن نفسك بعدين أنا كمان بعزيت نقطة هنا إنه لما أنت حطيتي هنا ما بيقدر أهمية كلامنا في هذه الحالة هادي إذا بدي أقول هاي مشكلته أو هذا الموضوع تابع إله أنت عارفة إنه كلامك من وين جاي وبتعبري منه من خلال قلبك فطريقة ما هو بياخد كلامك أو بيفهمه كمان هاي شغلته يعني ما بيقول مشكلته كمشكلة بس هاي شغلته تتفعشه ها يعني نحنا بس طبعا ما نكون نحنا عم منسب أو منئذي بكلامنا نحنا عارفين إنه ما عم منئذي بكلامنا نحنا عم نحكي نحنا عم نحكي الحقيقة اللي جاي من جواتنا طريقة ما الناس بتفهمنا وبتاخدها هاي هي شغلتها بس أنت ما هذا توقفي حالك عن التعبير عن حقيقتك وعن كل شي جواتك بس لأنك قادة عم بتفكري بالناس كيف بدها تفهمها يعني ما تهدمي حق نفسك على قليلة أعطي لنفسك الحق إنك تعبري عما في داخلك وخلص يعني مش ضروري كون في نقاش حاد أو اخناق أو كذا أبدا مش ضروري أوكي في أي أسئلة تانية شكراً ساحر شكراً ناتلي تمام تمام هدى وأسف تأخرنا عليه شكراً إليك شكراً ناتلي وشكراً لحضوركم شكراً